زيادة ملحوظة في الديون العامة النمساوية مع عجز قدره 11.4 مليار يورو وعندنا برضو تسجيل في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلعة الاستهلاكية بالنمسا رغم انخفاض التدخم الحقيقة الرقم أنا لما قريته تخضيطي يعني دولة زي النمسا بتعداد سكان لا يتجاوز 9 مليون أو حتى لو على افتراض نحن ندخلين في العشرة مليون لكن عشان يبقى حجم الدين العام 300 أو ما يقارب من 395 مليار يورو دي أنا شايف انها كارثة طبعا اكيد يعني حتى النسبة والتناسب بين الناتج المحلي أو الدخل القاومي للدولة مع نسبة عجز الفجوة كبيرة جدا 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 يعني مع الاسف الشديد الازمات المتلاحقة التي مرت فيها النمسا بالفترة الأخيرة خاصة يعني موضوع أزمة كورونا ثم أزمة أوكرانيا وأزمة الطاقة التي لحقت بها يعني بصراحة يعني خلى أو طلب تطلب هذا الشيء من الحكومة تقديم مساعدة تقديم حلول تقديم يعني كتير من الأمور المعينة فأدى هذا الشيء بصراحة لهذه الحالة وهذه الأرقام الرهيبة التي تفضلت فيها يعني فعلا أنه زادت بمقدار 23 مليار ليصل إجمال الديون إلى 394 مليار يورو هل أشوف حتى الناتج المحلي من 78 ل83 يعني فيه نسبة كبيرة جدا جدا حتى بعيدا انخفض الإرادات انخفضت الإرادات يعني هي سنة بصراحة سنة 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 كارثية فينا نسميها بصراحة على النمسا وعلى الحكومة المقبلة يعني ليس ليس واضح أنها فعلا ده مثال للأزمة العالمية أضيف على ذلك أضيف على ذلك تسجيل ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلعة السلاكية رغم عن انخفاض التضخم ميك نحن من يومين نزلنا خبر انخفاض التضخم لـ 1.8 بأكثر مستوى منذ قديش يا سيد الكريم منذ ثلاث سنوات ونصف ولكن مع الأسف بتقولك الأرباية كما غرفة العمل زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية وانخفاض التضخم يعني ارتفعت المواد الغذائية ارتفعت مواد التنظيف ويقولك 158 بالمئة أحد أنواع مواد التنظيف ومتوسط أسعار المتاج الكترونية زادة بعشرة بالمئة يعني منتجات الشعر يبقى فيه ارتفاع في السعر 158 بالمئة يعني ضعفين ضعفين 158 بالمئة ضعفين فبصراحة فبصراحة الوضع الاقتصادي صراحة يعني فينا نقول بحالة كارثية الوضع الاقتصادي من نمسا بحالة كارثية ويحتاج إلى خطة إنقاذ وكل من يسمعون الآن ليدرك ويعرف أن الخمس سنوات المقبلة على النمسا هي سنوات تقشف سنوات يعني إلى حد ما لا أعتقد تخفيض أجور ولكن ممكن تخفيض ميزات معينة تخفيض مساعدات تخفيض يعني الزام العاطلية عن العمل بعمل معين كذا كذا كتير من الأمور لن تكون سلسة وليس هذا بسبب أن الحكومة جيدة أو سيئة ولكن بسبب الوضع الاقتصادي العالمي الذي حملته النمسا العالمي من عبر أو من خلال الخمس سنوات الماضية وكتر خير مصر وكتر خير الدول العربية وكتر يعني يعني لكل حالة حالة طبعا بس برضو مع فرق يعني أنت بتكلم عشر مليون وعنده ربعمائة حوالي ربعمائة مليار يعني فاجوة كبيرة جدا نعم نعم طبعا أعتقد أن الحكومة القادمة تنتظرها مشكلات كبيرة جدا شوف من ناحية اللاجئين الوضع الاقتصادي المساعدات اللاجئين الأصغر المشاكل هي مشكلة اللاجئين صارت ولكن هي مشكلة يتم نفخها يتم نفخها ولكن المشكلة الحقيقية هي المشكلة الاقتصادية صراحة اللاجئين